دوام الحال من المحال هذا ما تتحدث به استراتيجية رئيس النظام التركي رجب أردوغان في مقاربته الجديدة للعلاقة بين كل من إسرائيل وحركة حماس والتي كشفت تخليه عن الصراخ الأجوى في بشعارات الدعم للقضية الفلسطينية بصالح خطاب هادئ يغازل المخاوف الوجودية لإسرائيل ويوائم مدا من التضامن الغربي معها فما قبل الأزمة الاقتصادية التي عصفت وما تزال بتركيا ليس كما هي الحال عليه اليوم ولن يكون كما بعدها والمتاجرة الشعاراتية بدعم حماس ونصرة القضية الفلسطينية لن تجلب لأنقرس والحنق الإسرائيلي والغربي في وقت تشعر تل أبيب بتعظم التهديد الوجودي إثر هجوم حماس الأخير الذي أربك حساباتها الأمنية والسياسية والاقتصادية في آن معا وبينما يراقب أردوغان على مضى التحول ولا إحماس لإيران وانقضاء صلاحية استثماره فيها كبوابة لمكانة إقليمية زعزعتها ما أثاره من توترات جيوسياسية تبقى عينه على توطيد العلاقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو وتحالفه اليميني طمعا بدور مهم لبلاده في نقل غاز شرق المتوسط عبر أراضيها وهو ما ترجمه أردوغان بعد لقائه نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال إن الطرفين سيبدأان التنقيب عن الطاقة معا ويشغلان خطوط نقل الطاقة إلى تركيا وأوروبا دون الضجيج الذي يغلف عادة مساعيه الدعائية أو السياسية يقدم أردوغان نفسه لإسرائيل اليوم وقد انقلب على نفسه فظهر بموقف مهادن متجنبا المواجهات الكلامية على غير عادته معها مبتعدا عن حماس ومساويا بينها وبينة الأبيب رغم عدم تناسب استخدام القوة العسكرية في المواجهات الأخيرة بين الطرفين فاقترحا أن تتولى بلاده الوساطة لوقف إطلاق النار وهو اقتراح تجهلته إسرائيل تماما كما تجاهلت حماس طلب أنقر إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والذي يعرف أردوغان جيدا يدرك أن موقفه الأخير من الأوضاع في غزة ليس استدارة عن دعمه المفترض للقضية الفلسطينية بقدر ما هو انجلاء لحقيقة براغماتيته التي تضعه في موقف أكثر دعما لإسرائيل وذلك له ما يؤكده من الأرقام والإحصائيات عن حجم التعاون الاقتصادي والأمني بين الطرفين كما أن تداعيات الأزمة الاقتصادية بتركيا ولجم خسائرها يتطلب من أردوغان أن يكون أكثر وضوحا في إظهار قربه من تل أبيب دون ترديد المزيد من الشعارات المناهضة لها والمزايدة السياسية بمآسي الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر